موسيقى مشاهدين صباح الخير يا مصر في كل مكان أهلا بحضراتكم من جديد رجعنا لكم بعض الفاصل ولسا مكملين معاكم باقي فقراتنا يمكن من وانا صغيرين أو من وانا صغيرة بشوف إعلانات تنظيم الأسرة وبشوف ملتقاتها ومؤخرا كمان في حملات كتير ومبادرات زي حملة اتنين كفاية الحقيقة والحكومة المصرية أعلنت من كم يوم أبرز المحاور الاستراتيجية الخاصة لمواجهة الزيادة السكانية الاستراتيجية بتتكون من خمس محاور تشريعية توعوية وكمان تنظيم الأسرة من أكتر الوزارات اللي بتشتغل على الملف ده وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي اللي عندها ملف وبرنامج بيحاول علاج المشكلة من جدرها وهو برنامج اتنين كفاية وبرامج تانية لتنظيم الأسرة نتكلم عن هذه المحاور معظفنا من وراء في السوديو والأستاذ أحمد يونس ونسق مشروع اتنين كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي صباح الخير على حضريك أستاذ أحمد وأهلا بيك معنا في صباح الخير صباح الخير على حضريك وعلى أستاذ المشاهدين جميعا في ظل اللي حضريك قلتي تقديمة كويسة جدا عن اللي حاصل خلال الفترة اللي فاتت مش سيف عمدان طيب أنا يعني هبتدي بقى زي ما قلت في المقدمة احمل محس من زمان جدا نسمع عن برامج لتنظيم الأسرة وبنشوف حملات توعوية وبنشوفها في تليفزيون ونشوف كل حتة لكن الحقيقة أنه خلينا نقول أنها لم تأسبوا أكرها يعني ما شوفناش تموار كبيرة جدا للأسف في الفترة اللي فاتت عايزة أعرف من حضريك الخطة التنفيذية اللي وضعتها وزارة التضامن لضبط النمو السكاني يمكن من 2021 إلى 2023 تمام هي الخطة التنفيذية للدولة ككل خطة قومية أو خطة استراتيجية لضبط النمو السكاني بيتكامل فيها وبتشارك فيها أكتر من وزارة وأكتر من جهة حكومية إحنا دورنا كوزارة التضامن اجتماعي شغالين على أن إحنا هنزود عدد العيادات التابعة لجمعيات أهلية من خلال مشروعات نين كفاية مشروعات نين كفاية هو تم إطلاقه من 2017 إنما بدأنا شغل فعلي ك2019 كانت بداية النزول الميداني لزيارات ترك الأبواب بالنسبة للمثقفات المجتمعيات وبدأنا عمل فعلي لعادات الأهلية لتابعة للجماعات الأهلية عادة تنظيم الأسرة لتابعة للجماعات الأهلية بنقدم فيها الخدمات بالمجان للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وبرضو بنعمل زيارات ترك أبواب للمستفيدات من برنامج تكافل كهم مستفيدين من برنامج تكافل كوزارة التضامن الاجتماعي وبنقدم لهم خدمات تنظيم الأسرة من خلال توعية كزيارات ترك أبواب أو زيارات منزلية وتقديم خدمات من خلال العادات الأهلية بالمجان طيب أنتوا كمان روحتوا لأبعد من كده وفي محاور أخرى بقيتوا بتشتغلوا عليها وهي محاور مهمة جدا لو حديك تعرفنا وتعرف أستاذ المشاهدين هذه المحاور وإيه جديد ضمن هذه الخطة هذه الخطة إن شاء الله من سنة 2021 لسنة 2023 هي خط قومية أو استراتيجية لمجابة النمو السكاني أو ضبط النمو السكاني بيتشارك فيها أكتر من جهة حكومية وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي المجلس القوم المرأة بيتشارك فيها وزارة الدولة للإعلام بيتشارك فيها وزارة التعاون الدولي كل الجهات دي بتشارك بحيث اللي هي تقلل أو تعمل ضبط النمو السكاني إحنا كدور دا كوزارة التضامن الاجتماعي شغالين على أكتر من محور داخل هذه الاستراتيجية أو الخطة التنفيذية اللي هيتم تنفيذها إن شاء الله إحنا عندنا ثلاث محاور شغالين عليها رقم واحد محور رقم واحد إحنا شغالين على استعادة دور المجتمع المدني وإسكاء الجهود التطوعية لمجابة النمو السكاني أو خطر النمو السكاني ده رقم واحد رقم اتنين إحنا هنعمل تقديم خدمات زيادة الطلب على تقديم الخدمات لوسائل تنظيم الأسرة رقم تلاتة إحنا هنقدم خدمات بالفعل من خلال العيادات اللي تابع الجامعات أهلية للمستفدين من برنامج تكفر رقم واحد بالنسبة للإسكاء الجهود التطوعية واسترجاع عودة المجتمع المدني مع الدولة احنا بالفعل متشاركين مع الجامعات الأهلية من خلال 108 جامعية أهلية من 2017 عزرا من 2019 108 جامعية أهلية بتقدم خدمات توعية من خلال زيارات ترك الأبواب ومن خلال ندوات توعية للأسر المستفيدة داخل المراكز وداخل النجوع الموجودة فيها الأسر اللي احنا منستهدفها ان شاء الله خلال الفترة اللي جاي هيتم زيادة عدد الجامعات الأهلية دي يوصل للـ 400 جامعية أهلية هيتم زيادة 336 جامعية أهلية هيتم التعاقد معهم وهيتم زيادة عدد العيادات الحالية çeify Здравия أهلية إن شاء الله بتقدم خدمات بالمجان لكل الأسر المستفيدة من برنامج تكافر ده خلال الفترة بتاعة الخطة التنفيذية اللي هيتم إن شاء الله إطلاقها من 2021 اللي حين 2023 بإذن الله بإذن الله طيب أستاذ أحمد هنتكلمت طبعا عن يمكن ألياتكو من خلال الجماعيات الأهلية وغيره فيه سن مستهدف محدد من هذه المبادرة هو غالبا من 18 إلى 45 سنة ده سن الإنجاب الضبط المستهدف للأسر المستفيدة من سن 18 إلى سن 45 فيه كمان خلينا أقول استفادة أكبر من ده وإن أنتم بتقدموا يعني مشروعات ومبالغ لإقامة مشروعات عشان تحفزوا النساء والسيدات اللي بينتموا طبعا لهذا السن عشان كمان تشجعوهم إن هم يكون ليهم مستقبل ويكون ليهم هل يقول وضع اجتماعي ويتشجعوهم أكتر كمان على إن هم يتفاعلوا مع مبادرة اتنين كفاية وهذاك تكلمنا عن هذه النقطة تحديدا هذه النقطة بيتشارك فيها داخل بقى الوزارة داخل وزارة التدامة الاجتماعي أكتر من مشروع شغالة على هذا إحنا يعني فيه تكامل بين المشروعات وتنسيق ما بينها بحيث إن مشروع اتنين كفاية هو أصلا بيستهدف الأسر اللي بنقدم لها دعم مادة مشروط من خلال برنامج تكافر هذه الأسر بيتم توعيتها من خلال المشروعات اتنين كفاية وبيتم بعد كده تنسيق مع مشروعات تانية زي برنامج فرصة موجود زمالي قدروا تكلموا واستفادة عنه بتقول لتفاصيله بيتم أخذ هذه الأسر وتحولها من مرحلة الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي من خلال تمكينهم من خلال توفير فرص عمل للشباب داخل هذه الأسر أو من خلال إتاحة بعض المشروعات لهذه الأسر بحيث أن هم نخرجهم من مرحلة الدعم اللي بتقدمها لهم الدولة أو الوزارة إلى مرحلة التمكين خلال الفترة اللي جاية من خلال مشروعات صغيرة بتقدمها لهم داخل الأسر أو من خلال تشغيل الشباب اللي بينتموا لهذه الأسر إن شاء الله طيب يا فندم المتوقع من خلال رؤيتك التفاعل هيكون عن شكله عامل إزاي من خلال هذه المبادرة لو هرتكلم حتى عن فترة من 2021 إلى 2023 إن شاء الله هيبقى فيه تفاعل كويس تبقى للنسب اللي حصلت خلال السنتين اللي فات النسب اللي حصلت كتا دي يعني إحنا شغالين في المشروعات اتنين كفاية من 2019 و2020 تم عدد زيارات ومترددات حوالي 88500 سيدة على العيادات اللي احنا عاملينها أو بتعقدين مع الجامعات الأهلية وبيقدموا فيها خدمات تنظيم أسرة لسيدات المستفيدة عندنا 66 ألف سيدة تم استخدامهم لوسائل تنظيم أسرة لأول مرة من خلال الأعداد المستهدفة بالنسبة لنا كمشروع ودي إن كانت نسبة كويسة جدا خلال السنتين اللي فاتوا طبعا إحنا بنستهدف عدد أكبر إن يتم تزويده بالوسائل وإن هو يتم إن شاء الله التردد على العيادات بتاعتنا بدليل اللي احنا بنزودها داخل القرى وداخل المراكز اللي احنا بنستهدفها داخل 20 محافظة إن شاء الله إحنا كنا شغالين على 10 محافظات في مشروع 2 كفاية هيتم التوسع وهنشتغل على 20 محافظة هي المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة عشان محافظة البحيرة ده اللي احنا شغالين عليه الفترة اللي فاتت في السنتين اللي فاتوا وإن شاء الله الفترة اللي جاي هنشتغل من خلال 20 محافظة بإذن الله طيب أستاذ أحمد يمكن فيه ببعض الدول بتنفذ يعني خاني أقول آلية قرونية لو هيكلموا عن عدد الأولاد إحنا في مصر لحد الآن بنتعامل من خلال الحملة حملة 2 كفاية على سبيل المثال يعني حملة توعوية وأيضا من خلال التمكين الاقتصادي هل فيه رؤية إنه يمتد الأبعد من ذلك؟ هو من خلال الاجتماع اللي أقامه دولة رئيس مجلس الوزراء قال إن فيه من ضمن المحاول لحضرية كسرت تيها تشريعات قانونية تخص هذا إنما لسه ما ظهرتش للدولة أو ظهرت لكل الناس بالضبط إنما هو الدستوري تكلم على دوت إن من حق الأسر في تحديد عدد أطفال أطفالها دورنا اللي إحنا نوعيهم دورنا اللي إحنا نعرفهم إنهم ليهم الحق أو الإطار الحاكم في تحديد عدد الأسر إحنا بنوعيهم وبنعزز مفهوم الأسرة الصغيرة طبعا بس هي كل أسرة لها الحق إن هي تحدد عدد الأطفال اللي هي عايزة تنجبها طيب يعني وزارة التضمن أكيد قبل ما بتدقوا في عمل أي مشروع أكيد ببقى فيه دراسة كمان بتدرسوا فيها أسباب المشكلة نفسها عايزة أعرف من حضرتك من خلال رؤيتكم من خلال دراستكم شايفين أنه مشكلة بتكمن فين تمام يعني أنا قلت الحواريك إحنا بدأنا المشروع في 2017 كدراسة إنما بدأنا على الأرض الواقع بالفعل في بداية 2019 كزيارات ترك أبواب إحنا خلال الفترة دي نزلنا عملنا دراسات في المناطق وفي الكرة اللي إحنا مستهدفينها للأسر اللي إحنا هنوعيها أو هنقدم لها الخدمات دي بالفعل لقينا أن معظم المشاكل أو الأسباب هي بترجع طبعا نقص في التعليم أو في نسبة أمية كبيرة نقص طبعا في مستوى الدخل المعيشة مفيش وعي للناس يعني محدش بيقدم الوعي للأسر دي ومن خلال دوة إحنا عملنا تدخلات كوزارة تضامن اجتماعي عملنا طبعا إحنا فيه برنامج دعم النقد المشروط برنامج تكافل اللي هي الأسر دي أصلا بتستفيد منه ده رقم واحد رقم اتنين اللي إنا نقدر نزود الدخل من خلال برامج أخرى عن طريق برنامج فورسل زي مشاراته لحضراتك كده من خلال المشروعات الصغيرة وفيه برنامج تاني زماي اللي برضو يقدروا تكلموا عنه باستفادها هو برنامج تكافل بلا أمية إحنا نازلين بنوعي الناس دي إحنا بنعلمهم بنعلمهم عشان يقدروا يستوعبوا اللي إحنا بنوعيهم به ده وفيه برامج تانية في الوزارة زي برنامج وعي برنامج وعي ده ليه 12 رسالة مهمة جدا بيقدمها للمستفادين من برنامج تكافل بوعيهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا عن المفروض الأسرة أو أهل بتوع الأسرة يعملوا مع أولادهم طبعا يا فندم أنا أشكر حضرتك والحقيقة كمان زي ما أنت تكلمت معنا يا فندم ده وقت أنه تكاتف كل قطاعات الدولة هو اللي هيخلينا نشوف نتيلة فعلا للأرض الواقع حضرتك كلمت أنه واحدة من المشكلات دي هو أنه الدخل مش كيفي فبيتعاملوا طبعا مع أطفالهم للأسف كمصدر رسالة وكمان تكلم يمكننا برح في صباح الخير يا مصر على مشروع قانون لتغليد العقوبة لعمالة الأطفال وكمان الزواج المبكر فأعتقد أن كل هذه العوامل يعني هتؤدي بشكل كبير لدبط النمو السكاني في مصر أنا أشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا تكون دفنا في الستوديو الأستاذ أحمد يونس مناسق مشروع اتنين كفاية بوزارة التضامن الاجتماعيين أورتينا يا فندم باشكر حضرتك ومساعدة المشاهدين بسي جدا نزول